داخل البيت الشيع هل تعتقد أن المزارات حسمت والنقاش حسم يعني؟ والله أشك في ذلك ولو هناك مجموعة ضواقط داخلية وإقليمية ودولية خليت تحدث بصراحة الضواقط الداخلية الآن الإطار يفكر بشي تراتيجيا أنا كنت أتوقع كمختص لما أقرب السبتات لأن يكون هناك بيان من الإطار ستكون هناك جلسة يوم السبت في تلك اللحظة ترسل لي رسالة بصرية أن الإطار ما زالش بمتماسك لكن أنا شفت بيان من دولة القانون وهذا يوحي أن هناك تسارع بالخطأ الضواقط الداخلية هم يريدون جميعا ومن هذا المنبر أنا قلت كان يفضل أن تكون عقد الجلسات بعد 25 ولكن ربما هناك ضواقط دولية أكثر مما هي داخلية الإطار يحافظ على تماسكه من عدمه سيحاول أن يحافظ على تماسكه لسبب أساسي أنه الآن حقيقة أصبح في الواجهة والضواقط الدولية التي عملت إيجاد هذه الطبخة المتسارعة تريد أن تقدم على أنه حكومة مستقرة ولاحظ معنا السفارات السفيرة الأمريكية والبريطاني الداخلية على الخط بقوة وهذا يوحي أن هناك ضواقط باتجاه حسن ملف التشكيل